يعني ما نقدرش نقول ظلم قوي برضو يا سهرة لأنه الغلطة غلطتنا يعني أنا أسأل سؤال إحنا برح كنت بكلم معاكي في السادسة وقلنا أنه قوام منتخب مصر بالتأكيد أكبر بكتير جدا من القائمة اللي سفرت يعني من أول مسحة أنا أردت بنكلم إن فيه اتنين لعيبة هيسفروا بالفعل عشان يلحقوا إن شاء الله بإذن الله يكملوا القوامل الأساسي للمنتخب مصر اللي يسمح له بدخول في المباراة إحنا عارفين إنه اللوايح بتقول لازم بيقى فيه 15 لعيب 11 أساسي و4 عدكة منهم حارس مرمى وده اللي مقدرش منتخب مصر أو العدد اللي مقدرش منتخب مصر إنه يوصلوا في مباراة ليبيا وبالتالي تم اعتبار منتخب منسحب واتحسبت النتيجة 3-0 لصالح ليبيا السؤال بقى أنا طبعا مش أكلم في فيلم التأثير مرة تانية وفكرة إنه 17 لعيب ومدير فني مرة واحدة يجي لهم كورونا دي مشكلة نتحسب عليها بعدين لكن ليه ما فكرناش في الحل ده أسرع من كده ليه ما لحقناش ماتش ليبيا يعني كلام ده أنا قلت مبارح في السادسة أنا وصارة وقلت إنه كان من الممكن إنه كابتن ربي ياسين يبعت يعني إذا كان فيه عندنا لعيبة في مصر على قائمة المنتخب يبعت يجيبهم تحسبا لإنه نتيجة السحبة التانية تطلع في مصلحتنا وضل حصل وبالتالي كنا لحقنا ماتش ليبيا نقطتين بس أقولهم للولاد طبعا أهم حاجة نحن نتطمن على سلامة ولادنا وعلى كابتن ربي ياسين اللي بالمناسبة هيرجع مصر كابتن عبد سطر صبري هو اللي هيقود الميران وهو أعتقد كمان اللي هيقود الماتش يقود منتخب مصر في ماتش تونس فيه نقطتين مهمين جدا لابد ان احنا اتكلم فيهم الأمل مازال قائم خصوصا بعد تعادل الجزائر مع تونس ودول المنتخبين اللي بنفسه مصر بشدة طبعا فيه المجموعة المجموعة اللي هيتأهل منها اتنين لأمم إفريقيا فبالتالي احنا لو كسبنا الماتشين اللي جايين عندنا أمل كبير جدا الجزء التاني انه وارد جدا انه الأزمة اللي بيعيش على منتخب مصر سواء فيه مباراة أولى خسرها من غير ما يلعب ومن غير ما ينزل أرض الملعب أو كمان فيه ما يتعلق بالمواجهتين الصعابين اللي هاي احنا هنلعب تونس والجزائر ودول المنتخبين اللي بنفسونا ممكن جدا الأزمة دي أو المشكلة دي تخلق دافع عند اللعيبة نعرف نستغله ان شاء الله نحقق نتيجة إيجابية رغم انه طبعا مشاكل فنية كتيرة جدا خصوصا انه معظم الغيابات يسارة يعني فيه خطوط بأكملها ضربتها الكورونا فعلا